سيكون في موضوع تنزيل التأمين التكافلي في تجيب المغربية من سيتفضل الدكتور أحمد الطاهري الجوتي خبير في المالية الإسلامية لتقديم هذا العرض فليتفضل مشكورة سعين شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصوات والسلام على الشخص المرسلين بادي أنذي بدأ أتوجه بالشكر إلى فريق العدلة والتنمية بمجلس المستشارين رئيسا وأعضاء وكذلك أتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء الدراسي وأعتدر مسبقا للحضور إذا أعدت تناول نفس الأفكار التي تناولها من قبلي هذه يعني من مساوئ أو ربما محاسن سلاسل الغذائية الفكرية يعني كل طرف يتغدى على أفكار من سبقها للترصيخ فالموضوع الذي سأتناوله هو تنزيل تأمين تكافلي في التجربة المغربية يعني أنا اخترت أن أتناول هذا الموضوع من الجانب الاستراتيجي أكثر يعني من الناحية استراتيجية أكثر منه من الناحية القانونية أو من الناحية الشرعية لأنه هذا ليس مقام هذه المواضيع أول شيء هو أنه لإدماج منظومة مالية تشاركية وإسلامية في نظام مالي معاصر هذا الأمر يتطلب ثلاث أمور أو الإجابة على ثلاث أسئلة السؤال الأول هي ما هي الأهداف نحن شنو بغنبها المالية الإسلامية أو المالية التشاركية في هذا البلد وما هو الإطار العام لها المالية التشاركية في النظام القائم السؤال الثاني عندما نحدد هذا الهدف أو هذا التموقع الاستراتيجي نتسأل ما هي الوسائل التي يجب توفيرها والبنية الأساسية اللازمة توفيرها لتحقيق هذه الأهداف المسطرة بعد ذلك يتم وجوبا رسم وإحداث خارط الطريق شاملة ومتناسقة لإدماج المالية التشاركية بطريقة تتناسب الأهداف المسطرة بعجالة اليوم على مستوى الدولي على مستوى العالمي هناك ثلاثة أو أربع ربما تموقعات أربع هذه البوزيسيون المونستراتيجيك في العالم تنلقى بعض الدول تتقول بأنه اليوم كطاع المالية التشاركية هو ركيزة من ركائز رؤية اقتصادية مثلا في ماليزيا الرؤية اقتصادية 2050 تقول بأنه المالية الإسلامية هي محركة للتنمية هذا هو التموقع الأول التموقع الثاني هو أنه تنطور المالية التشاركية من باب تنويع الآليات المالية والرفع من إشاع المركز المالي الرئيسي في ذلك البلد مثلا في دبي في الإمارات تلقب أنه تنحول النوع في دايف سي يعني تندمج المالية الإسلامية باش نوعه لآليات المستعملة كذلك في لندن كذلك في أستانا في كازاخستان إلى آخره التموقع الثالث هو أنه تنطور المالية التشاركية من باب تلبيت الحاجية التمويلية والتأمينية والاستثمارية لبعض الفئات في المجتمع مع توفير البنية التحتيال الأساسية باش يكون هناك يعني أنه المواطن مثلا المغربي عنده الخيار إما يأخذ تقليدي إما يأخذ تشاركي والتكلفة الجبائية والضريبية ما عنده حتى تأثير على هذا القرار التموقع الرابع هو الترخيص لمؤسسة تمالية تشاركية ولمؤسسة تمالية تقليدية لفتح نوافع التشاركية من باب تلبيت رغبات فئات معينة من المجتمع دون إعادة هيكلة هيكلة القطاع المالي هذا هو الموجود يعني في تونس في جزائر في عدد من الدول يعني كل تموقع عنده وسائل ديالو مثلا عندما نتكلم عن التموقع الأول يعني أن اليوم تنقول بأنه في ماليزيا المالية التشاركية والمالية الإسلامية في ماليزيا خصت تكون ركيزة من ركائز تنمية اقتصادية لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2050 فهنا تضع الدولة يعني تقوم بإحداث قوانين وتشريعات تعزز من تنافسي القطاع المالي التشاركي ومن تبعية النظام التقليدي مع إبراز مؤهلاته واعتماد الدولة جزئيا على أدوات المالية التشاركية في تلبيت احتياجاتها المالية تلقى حتى الدولة تصدر يعني بعدد يعني بنسبة مهمة إصدارات سكوك لتمويل احتياجاتها يعني تكون يعني التساوب عندما النسبة ديالسكوك تتعدى نسبة إصدارات الأخرى عندنا التموقع الثاني والثالث الدولة تتقوم بإصدار أو إحداث أو سلطة المالية تقوم بإحداث قوانين وتشريعات تأخذ بعيداً لاعتبار خصوصية المالية التشاركية مع ضمان الحياد مع المالية التقليدية إحنا يبغينا نوعو الألية اللي عنا والأدوات اللي عنا تنفروا المواطن المغربية والمقاولات المغربية مثلاً المنتجات التقليدية والتشاركية وتبقى الخيار للمواطن وكين الخيار الأخير هو تندروا نصوص تشريعية ونصوص تنظيمية بالأحرى خاصة بالمالية التشاركية دون استكمال إقامة البنية الضرورية للقطاع المالي التشاركي المهم في جميع هذه الحالات يعني كيفما كان الاختيار وكيفما كان التموقع وكيفما كان الوسائل لا بد من وضع أو وجود خارط الطريق لإنشاء منظومة متكاملة ليش؟ الهدف الأول ليش؟ لتعزيز ثقات المستمرين في القطاع ككل يعني أنا اليوم كمستمر سواء محلي سواء أجنبي نتعف بأنه مثلاً عندي وحدة رؤية واضحة واضحة المعالم فهذا تعزيز من ثقاتي في البلد وفي المنظومة المالية تعزيز كذلك مصداقيات القطاع والمتجات المالية التشاركية بالنسبة للزبناء تصور معي في المغرب كان يعطينا تمويلات تشاركية بلما يكون يعني حتى فكرة ديالتكافل تاروج فهذا يعني يعطي يكون عنده أثر سلبي على مصداقية القطاع وكذلك تحقيق الأهداف المستمر بكل فاعلية والتنصيق بين مختلف سلطات المالية ذات صلة مثلاً في ماليزيا تجد أنه البنك المركزي يؤثر التكافل يعني قطاع التأمين وكذلك القطاع المصرفي في بريطانيا سلقنا الفيس اي فرانشل سيفيس اوثوريتي عندها ثلاثة قطاعات المالية تحت رقابة ديالها في المغرب يعني يعني عنا كلها بساطة ولكن اللي غيرنا غيرنا الصياغ في التكافل العكس حافظنا على نفس الصياغ وكل اللي تغير هو نموذج الأعمال نموذج الأعمال ديال يعني البيزنس موديل ديال التكافل هو التغيير بنسبة للتأمين التكافلي واحتفظنا بنفس الصياغ ولعل أي تغيير هذا ستلحظونه في التأمين التكافلي هو ناتج أساسا على تغيير اللي تم في نموذج الأعمال وهذا النموذج الأعمال شنوه؟ أنه في التأمين التقليدي أنه كل قسط مؤدة يعني كل بريم دا سيرونس يعطيها زابون تعود ملك للمؤسسة يعني أنه الفائد يعني بعد ما نأدي للأضرار والتعويضات بعد ما نكون ولا ننسس هذوك المخصصات والاحتياطيات من أدي الأوجر إلى آخر الفائد اللي يبقى هو ملك للمؤسسة ديال التأمين في التكافل الملكية لا تعود للمؤسسة كل قسط مؤدة هو ملكية ديال من ديال ديال هذوك الأشخاص اللي هم مشتريكون في ذلك الصندوق وهنا تنفصل ما بين نتيجة ديال الصندوق والنتيجة ديال من؟ ديال الشركة وإذا كان هنا تكون فاصل تام ويعني أي فائد كان في الصندوق وهذا هو الخير للمغرب أنه يعود إلى المشاركين جميل دابع الأسئلة التي سنناقشها حال تنزيل تأمين تكافلي السؤال الأول هو لماذا يجب اعتماد تأمين تكافلي؟ هذه مسألة الأولى الثاني حاجة هي ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تنزيل ملائم للتأمين تكافلي والسؤال الثالث والآخرة ما هي الإجراءات الأخرى التي يجب اتخاذها لإنجاح تجربة تأمين تكافلي في المغرب؟ أول شيء هو نذكره بالمسلمات في المغرب يعني اللي تضع على الأساس أو الحجر الأساس مع بداية تجربة ديال المصرفية التشاركية أول شيء والهدف الأساسي في المغرب هو تطوير كطاع المالية التشاركية من باب تلبية الحاجية التمويلية والتأمينية والستثمارية لفئة معينة من المجتمع مع هيكلة منظومة شاملة هذا هو الهدف الأساسي في المغرب هذا هو ما تم تصريح به لم طرف الحكومة لم طرف ولي بنك المغرب وحتى من أطراف أخرى رسمية ثاني شيء هو إنشاء منظومة تشاركية متكاملة لرفع من تنافسيتها وتعزيز مصداقيتها تعزيز مصداقية شرعية عن طريق نظام حكام شرعي مركزي يعني هو اللجنة الشرعية المالية التشاركية التابعة المجتمع الأعلى ما شوف أعدد من دول أخرى تجد كل مؤسسة عندها عندها هيئة شرعية مما يخلق اختلافات في التأويلات وفي الممارسات رابع شيء هو أن هناك ضمان من الأهداف الأخرى المستطرة هي أنه إحنا بغينا نخوضه في التجربة المالية التشاركية دون المس بالاستقرار المؤسسات المالية القائمة يعني هذا احتم من ناحية الماكرو اقتصادية مسألة طبيعية أنه خصوص ما نقصوش في استقرار المنظومة التقليدية وننشأوا مالية تشاركية تنمو بأحط طريقة تكون مضبوطة وخامش ركيزة هو ضمان الحياد في المجالين ضريبي والاحترازي لمؤسسات المالية التشاركية وكذلك الموائمة القانونية كما تفضل وصرح بها سينابيل بدر هنا في هذا الحياد كان واحد أنا رصت عدد من الأمور تنجمعهم تحت وحد المفهوم بالإنجليزية نسميه neutrality trap يعني فخ الحياد هو في ثلاث المستويات ده ما نفصلهم فيما بعد إذن لماذا يجب اعتماد تأمين تكافلي أول شيء لاستكمال بناء المنظومة المالية التشاركية وتعزيز تنفسيتها اليوم أنا كبانك تشاركي أشتغل أول شيء استفيده إذا تم إدماج أو تنزيل تأمين تكافلي هو سيدر ذلك على دخلا إضافيا إن كل مرة تنبيع منتج تأمين تكافلي الزابون تناخد عمولة فهذا دخل إضافي بنسبة البنك تالي تاني شيء هو أنه المخصصات واحتياطات تقنية يعني أنه تأمين تكافلي كل صندوق عنده تأمينات أو كل حساب داخل الصندوق عنده مخصصات واحتياطيات تكونهم جزء منهم سيقول إلى البنك التشاركية عن طريق إما حسابات استثمارية أم ربما الوكالة بالاستثمار أو ربما إذا كانت إصدارات السوق تالت شيء هو أنه اليوم البنك راوصنا لتسعود المليار وما كانش تأمين يعني في حالة الوافاة كان إشكال بالإضافة لأن المؤمن مصاب تعزيز ثقة الزبناء في المنظمة ككل هذا هو ما يستفاد من بالنسبة لبنوك التشاركية بالنسبة للقطاع دي الأسواق المال فطبعا اليوم لما تم إصدار السوق السيادية في المغرب فقط 35% دي هذا السوق يلتم مكسيتها بوهم طرف بنوك تشاركية يعني بقاة 65% خداوها أطراف أخرى غير تشاركية فلين تلقى تجربة البنوك عفوا لشركة أمين تكافلي فكذلك هذا الحصة سترتفع يعني وده سيعطي وحد صورة أفضل للمنظمة بأنها مستقلة وبأنها مندمجة مبعضها البعض المسألة الثانية المهمة جدا وهذه من الأمور اللي لاحظناها يعني في ممارسة هي مسألة الشمول المالي والشمول المالي اليوم لما بدنا البيزنس بلون يعني دراسات الجدوة مع عدد المشركات التكافل شنو ما يعني البروفايل يعني البروفيل ديال هات الزبناء اللي هنستهدفهم كان ثلاثة ديال البروفيل البروفيل الأول شنو هو وفئات مؤهلة ماديا لاكتتاب منتجة التأمين لكن لها قناعات معينة هذا ما يسميه حتى الدراسة اللي تمت مع البنك الدولي تسميه الناس اللي هما تخرجوا رسهم من دائرة النظام المالي لاش؟ القناعات دينية تسميه هذا وهذه الناس يمكنه على المستوى العالمي ستفمية على حسب الدراسة فهدو ناس مؤهلين مديا ممكن يكتتبون منتجة التأمين فهما ترفضوا الأسباب دينية كان هناك فئات مؤهلة مديا اللي يكتتب منتجة التأمين لكن تقتصر على كل ما هو إجباري مثلا يأمنت سيارة دياله واللي كان ملزم أنه يكون عنده شي اكتتاب مع المقاولة اللي يخدم فيها شي امور ضرورية ولكن ما هو ما ليس إجباري ما يكتتبوش ولكن كان هناك واحد يعني كان واحد السوق اللي ممكن تفتح يعني منتجات أخرى مثلا حج العمراء مثلا أمور أخرى ممكن نفتح عليها مسألة الثالثة البروفايل الثالث هو فئات مؤهلة مادية اللي يكتتاب منتجة التأمين التكافلي يعني هما أصلا زبناء البنوكة تخليلية ولكن اللي كان منتج تكافلي ممكن يتحوله هادا نفس اللي شهدناهم حتى في البنوكة تشاركية اليوم السؤال كم يقدر حجم السوق إذن الإشكال الكابير اليوم دراسات السوق احنا بجريبة حيث اخذنا عدد من دراسات السوق رايليوم يمكن نطلقى مع السيم هذي مثلا يعطني رأي دياله هو ليس مزن به يبقى عليه يعني يمكن نطلقى مع شو أحد غدا وكان ما يسمى بال يعني يمكن نطلقى معي شي واحد غدا يقول له آلا هذيك شي ما ما خدامش سوف يبدل رأيه بعد غدا يطلقى معي شي يقول له ذيك شي مزيان نخسك بتاع دياله هذي شي وهذا عاطين يرجع وهدي أمور أنا لحتف واحد عشت احتف واحد البنك تقليدي كان واحد سيد يدخل واحد البنكة بغا يفتح دخل البنكة يقول وكينتوما تتقطع تتقطع المصاريف قالوا لكن حساب الدخار اجي محبابي رح نزيدو كل فلوس قاع حط فلوسه من بعد ساعتين رجع من القهوة مش هدلس في القهوة ورجع علش قال له بغا نسد الحساب علش صاحبي قال لي راجلس مع الناس ما كينش ما كينش تتساخش الفلوس سد الحساب واذا هذيك هاد هاد الحجم السوق بالضبط ما قدرناش ما كينش واحد يمكن يحجمه بطريقة علمية مضبطة لانه هدا يعني الناس تتخذوا قرارات ماشي تلتزموا بها فهو اليوم يمكن نلقى حاجة ميزاجية وحاجة اخرى انه اليوم يعني دي ما كين واحد الفارق ما بين الرغبة وما بين الانتونسيون والاكسيون يعني يعني اليوم درنا دراسات لقنا بأنه ستين في المئة دا المغاربة الناس اللي بغاوا يعني ربعة وتتين في المئة ستين في المئة منهم هاي يجو في العمل الول فان هما مازل ما جاوش مازل ما جاوش يعني دي ما كين واحد ما بين الرغبة وما بين الانتونسيون ما بين جيد مسألة اخرى اللي كينة هي انه عدد من حتى تعرفوا ستيف جوبس صرح ديال قال لهم أنا لأؤمن بدرسة الجدوة أنا اليوم تنجيب ناس تدرسوا تنتجوا منتجات تبلوروا منتجات هاد الناس يعني تشبهوا الناس اللي خارج المؤسسة تبلوروا منتجات اللي قبلها الجامعة وتخرجوا يبيعوها بشراسة يعني اليوم لا يكتفى بالمنتج لا يكتفى بالمطابقة الشرعية بوحدها ما كافياش لبيع المنتج بعكس تخص الكفاءة من ناحية الخدمة من ناحية يعني التفاصيل يعني اليوم ما هي تفاصيل بسيطة ممكن الزبون يستد حساب ومشي البانكة أخرى مسألة عادية إذن حجم السوق ممكن يمكن نوصل حتى المية في ميل اللي بغيته يمكن نوصل حتى المية في ميل ولكن شنو ما الافتراضات يعني اليوم ما تشي من ناحية إحصائية شنو ما الفراضية لتدخل تكلفة المنتج والمزال المتعلقة به لك المنتج الرخص لا كل شي يجي الوعي والثقة في المالية الشرعية يعني تغطية جميع احتياجات من حيث تغطية تأمينية مثلني كانت تأمين تكافل تغطية جميع احتياجات فهننكبر بالحجم ديال ديال الاصول وجود أدواء استثمار مطابقة للشريعة ولها عائد مقبول اليوم يلا هيكون واحد المؤشر ديال مطابقة للشريعة في طول الإنجاز ممكن يكون إصدارات سكوك أخرى مع الحسابة التستمارية مع الأمور الأخرى فيممكن يكون واحد المقبول ولكن لي كان اليوم وانا شركة تأمين تقليدية عندها يعني 6% كعائد سنوي وكان شركة ديال تأمين تكافل هي فقط 1% فده يؤتي السلبة على مرضوديتها وعلى ديموماتها وتغطية جغرافية المهمة مع وجود خطة تسويقية ملائمة يعني دي بخصة نتكلمه على دي طاكتيك كوميرسيال مشي دي استراتيجي كوميرسيال كيفاش يمكن نجدب هاد زبناء إذن ما تم اتخاذه كإجراءات أول شيء يعني هذا من ناحية قانونية من ناحية الترسان القانونية فتم دمج تأمين تكافلي كما سبقوا عشر إليها سينابيل والمقصود بالسينابيل هو ثالثهما يعني تم دمج تأمين تكافلي في القانون في مدومة تأمين تاني شيء تم اعداد المناشير والمراسيم الوزرية لتأطر عملية التأمين تنتظره فقط نسخة الأخيرة مصادقة عليها من المجتمع الأعلى وتم اعداد إطار محاسباتي يعني بلون كونتاب الخاص بالتكافل لتنتظر المصادقة عليه وتم ادماج عدد من المعالجات الضريبية ضمان الحياة الضريبي في القانون المالية هذا ديال 2020 ديال هذه السنة إذن السؤال اللي يتطرح دابا واخد دابا احنا وصلناها للمرحلة دابا شنو شحنوا معدد ترخص لخصوم يصدروا وكيفاش ولما نخصوم يتعطعوا هذي مسائل يعني استراتيجية القانون ما يدخلش فيها يعني ولكن المسألة ديال الحافظ على استقرار منظومة ككل مهمة جدا إذن احنا اليوم ما بينجوج ديال يعني المسائل المسألة الأولى هي ضمان نجاح لمؤسسة التشاركية واستمراريتها إنه إحنا ما استمرنا من المغرب ما استمر في هذ القوانين وهذا الإطار المؤسسي حتى هذي الأمور باش تنجح ماشي باش تفشل ومسألة الثانية هي استقرار لمؤسسة التقيدية قائمة وهنا من تحديات لعن هذي المؤسسة تكافل هي أنهم يوصلوا للحجم الكافي باش يوصلوا ما يسمى بريك إيفن مش وليوتي يربحو إينا اللي ما ربحوش را را يقفلو ويغلقو وذلك فالربح هو المقصود أصلا لكن الربح حلال هذا هو المطلوب إما الخسارة كوش يعافي خسارها حلاله اللي حرام كوش يعافي خسارها المقصود هو الربح وهذا يتحقق باش أول شيء بتحقيق بتنوع المنتجات التشاركية بولوغ عدد مشاركين كافي في الصناديق باش يغطيوا يعني المصارف ديال الصندوق وكذلك الحد من المصارف تسير واستثمار تكون معقولة باش يؤدي ذلك النجاح بالنسبة الاستقرار المؤسسة التقليدية قائمة كين هو شما التهديدات اللي كان عن هذه المؤسسة التقليدية هو أنه اللي كان تحول مهم ديال الزبناء من عندهم لعند الشركات التكافل وفي حال الدخول السوق مؤسسة مالية أجنبية وتأتي على استقرار السوق يعني دينامية جديدة ممكن تخلق إشكال وإذلك الأكثر ملاءمة هو أنه نحول العلاقة ما بين هذه المؤسسة التقليدية والمؤسسة التكافلية فهذا ما تكون علاقة تنافسية تكون علاقات تكامل وكيف جاء تحقق التكامل أول شيء هو هذا هو المشين في تنظن من ناحية استراتيجية فلا كافت حسب تصريحة التالية فهو أنه سيتم منح التراخص لشركات التأمين القائمة لفتح شركات تأمين تكافل مستقلة قانونيا شنوما المزايا أول مازية هو أنه يعني من ناحية العملية هو سيتم دمج عدد من الوظائف بين الكيينين يعني أنا اليوم عندي بعض الوظائف لما تتحتش واحدة الخبرة واحدة الدربة شرعية ولا واحدة الخبرة يعني نفس نفس الإجراءات نديرها عند تكافلي ولا نديرها عند تقليدي فممكن ندمجوها يعني الميتوليزازيو التشاركي الاستفادة من خبرة الشركة الأم في عدد من المجالات والاستفادة من الدعم المالي الشركة الأم في حالة يعني أنه الخسارة إلى آخرها من التهديدات بالنسبة ل هذا الخيار هو أنه ممكن أن هنا من باب التكامل ممكن أنه في توجه الاستراتيجي نستهدفه في آت معينة دون غيرها في الأول تسويق منتجات دون غيرها يعني ما تسكنش هناك واحدة استقلية تامة من ناحية استراتيجية لأنه اليوم تكونوا في حالة تكامل مش في حالة تنافس إذا عند الترى خيصوا حجم السوق هذه مسألة تعود للهيئة ديال التأمين يلي تشوف واش شنو ما اللي عندهم مصداقية واللي ممكن حيث الهدف الأساسي هو اللي كانوا هاته التمنية ديال المؤسسات والأستاذ المؤسسات اللي أبدأوا الرغبة ديالهم في الحصول على تراخص اللي كانوا ممكن يوصلوا في حلمود الدم وجهزة فيأخذ كل شيء وهذي أمر يعود إلى الهيئة إلى نظرها إذن مسألة أخرى من حيث الحياد من الأمور اللي توضع من حيث الحياد هو اليوم إما أن نعتبر عملية تأمين تقليدي عفوا تكافلي هي مستقلة بذاتها ويتم التعامل معها ضريبيا وقانونيا على هذا الأساس هذا منهج أول يعني ما تأخذ أنتها أجرة تتسير نحسب على هذا التفية هذا العائد اللي نرجع للسيد إما نعفه من ضريبة إما إما ضريبة مثلا ضريبة على الدخل نعالجو معالجة جديدة على حسب القوانين اللي كينا وإما سيتم اعتبر هذا العملية تأمين هي عملية تأمين كأي عملية تأمين أخرى ويتم التعامل معها على نفس الأساس يعني يخصين نقول بنا أجرة تصير مخصص تأبليك على هالدفية يخصين مثلا الفائد صندوق وهذا هو المعمول بأن نأخذ من 37% إلى آخره هذا منهجين كيف حتى نتعامل واليوم على حسب ما تم تبنيه في قانون المالية هو تم تبني المنهج الثاني يعني اليوم من الضمان للحياد على شيء سيقول أنا الفائد زائد نتيجة ديال شركة التكافل هما الرزولتات تكنيكي فينسية لشركة التأمين وهذا الرزولتات تكنيكي فينسية في شركة التأمين يؤدون عنه 37% للدولة فنفس الشيء في شركة التأمين تكافل والسؤال لك أن هناك فائد 37% مش منهج حالة تبقى هذه من الأمور المهمة جدا إذن نعطيكم هذا مثال هذا مثال من الأمور التي تسميها فخ الحياد هذه من الأمور لما نتبهنا لهاش ولكن من دلنا بلنا الإشكال مثلا ناخد مثل أول شركة ديال التكافل عندها فائد صندوق مثلا مليون درهم ونتيجة نشاط الشركة هو ناقص مليون 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 درهم يعني الشركة اللي جمعناهم بجوج شنو يكون عندها يكون خسرات ناقص دسان ميل ناقص مليون 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 درهم بما معنى أنه الشركة على حسب القانون المالية شنو يوقع أنه فائد صندوق يتخذ من 37% يتعطى للدولة وشركة نشاط الشركة نتيجة الرزولط يتعطى منه في حين شركة أمين العادية ناقص مليون ألف والخسارة ما يتعطى فهذا من من الفخ ديال الحياد بعدما تكون تكونوا شي حاجة تفاصيل مخبعة الداخل تؤدي إلى وهذا الصورة يعني ما تستغربوش يعني ممكن تكون في السنة الأولى سنة الثانية ممكن نضحه في هذه الصورة يعني هذه الصورة خصت تعالج باش يكون هناك حياد تام وحياد إيجابي إذن بعجالة من الأمور الإجراءات اللازمة أول شيء هو إعادة نظر في بعض المقتضايات الضريبية لليتزام بالحياد الإيجابي يعني أي مسألة طرحات خصت نشوفو أنه الدولة محايدة سواء أن كنت شركة تأمين تقيدية أو شركة تأمين تكافلية فالمبلغ الضريبي هيكون نفسه المسألة الثانية هو تنظيم مبادرات التربية والثقافة المالية التشاركية النشر الوعي وهذا من الأمور اللي سبقت غير هناك أنا ما كنت نبحث لقيت بأنه في الفرنسية سنقوله في العربية الثقافة والتربية المالية في الإنجليزية يقوله ومتن تبحث على تلقى بأنه هو مفهوم ومرحلة الثانية هي المواكبة ماشي فقط التثقيف يعني أنت كشخص قمنا بتثقيفك ممشي تتجهتي البنك ولا شركة تأمين عرفتي كيفاش تختار أحسن منتاج إلى آخر وهذا من الأمور اللي التكنولوجيا تتقوم بها اليوم كان تطبيقات ممكن ندير واحد يعني واحد التواصل مع لا مع الحساب البنكي ديالك وتندير لك مثلا انت على حساب المدخول ديالك هاكي فاش تخصك الميزانية ديالك مثلا ثلاثين في مية في السكان عشر في مية في الأكل عشر في مية في هذا وكل مصروف كل مصروف تيهوتي حدلك حتيتي يقولك رد بالك لو وصلت ركفتي الصقف هذا واش متأكد باغي تديرها وبعض البنك مشاوب أبعد من هذا المسألة انهم قال لك اللي حاولت توفر عشرين في مية عن طريقة المواكبة ديال المدخول ديالك كعائد يعني كالدخار المسائل المالية فيكون عندك هامش ربح أقل هذه من الأمور يعني انه التقافة الرجد وهذا مقصد شرعي كذلك الرجد واذا كفى الفكر ديال التقافة يعني ما نقلش يعني مرادف في الفرنسي على الأقل ديال يعني بهذا بهذا المفهوم كما هو يعني ما شي تتقاف ومواكبة نحسن نشوفه شي مسمى مسألة أخرى يفتح أوجود تعول بين الشركات التوافر والأوقاف يعني كانت رسالة ملكية للأوقاف باش يعيدوا على سرنانة الأوقاف ومن الأمور اللي ممكن تحدث في الأوقاف أنا اليوم أنا مولف أنا معتاد أني تنعطي قصد التأمين اليوم للسيارة تنعطيها ما يرجع لي والو ما وقع لي والو إن شاء الله ما يوقع والو ما يرجع لي والو أنا اليوم اللي مشتنين الشركة ديال التأمين تكافر يتقول لي شوف يمكن يبقى لك 21% مثلا 1% تتبرع بها تنعطيها كوقف لوزارة الأوقاف وهذه من الأمور المعمول بها في عدد من الميادين للتشجيع تقافة الوقف ولكن أمور أخرى ممكن لابد أن تحصل عند الأوقاف باش يكون هذا هذا الأوجود تعاون حتى مثلا اللي كان عجز اللي كان عجز علش ما يكون صندوق ديال الأوقاف تقول لي أنا بغين تشجع هذا التكافر تشجعوني يكون صندوق أي مرة عجز القرض أو تصبيق التكافر يكون من من الوقف ماشي من من رأس مال الشركة هذي من الأمور اللي ممكن نظر فيها تستوير التكنولوجيا المالية وتأسيس قاعدة للدمج المالي عن طريق تأمين تكافر مصغر اليوم في زيمبابوي يا إخوان في زيمبابوي اليوم فلاح عادي يمكن له يكتاتب منتج تأميني ماشي تكافر تأميني عادي على حالات لسشراس الجفاف وهذي ما يسمى بالتأمين تتسمى بالإندكس يعني العربية ممكن نسميها معيارية يعني ما معناه يعني ما تيكونش سينيستر ما تيكونش ضرار وتنصرح به لا تيكون أنه وقع شنو الضرار هو أنه مستوى التساقطة المطارية أدنى من واحد المستوى يعني تنصرحه بالجفاف من فو تنصرحه بالجفاف تيوصلني مئة دولار في حساب ديالي وهذا من التأمين المصغر وتنظن يعني ممكن نشجعه هذا المسألة في المغرب آخر حاجة هي تعزيز آلية التستمار الموافقة لأرامج السعيم الأعلى هذه من الأمور الحاسمة لأنه اليوم اللي بغينا نديره ليب بارني لكم تعرفوا اليوم أنا تنستعجب بعض الأحيان أنه بعد القرعة ديال الحج عن 30 ألف مغربي 30 أفزا نظن نمشي بالمغرب ديال الحجاج هذه الناس كأمير عايشي حال ديال أموال طائلة إحنا ممكن نديره مونتج ديال ليب بارني حج ولا عمرا مع أمور أخر في ماليزيا هاد المونتج بالضبط شنو تديره فيه شنو تديره فيه أول حاجة تديرك اللي طلعتي في القرعة هاد مش من ماليزيا تعطيوك 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 تدريب آه كيفاش طوفة كيفاش هذا إلى آخر وهذا وهذا آه وما ماليزيا يكون شي ما نجحوش كاملين ياك صحيح إذن الفكرة شنو كينا أنه هاد هاد المونتج مثلا في التدريب على العمرة في حالة أنك مشيتي للسعودية عفوا أنك مشيتي للسعودية وما أدتيش نسك من المناسك فأجيب عليك الهدي فتمن الهدي على في حالة المرض إلى آخره وفي حالة ما عندكش كل يقوم برعايد لأبناء ديالك فلاسيرونس ستعطيك واحد الميزانية ديال بي بي سيتينك يعني ما بغاش يحيج ماليزيا وذيك هدي من الأمور اللي ممكن أي مغربية تقولها له فممكن هتجمع يعني الضيخار اللي مخبع الفائدات هده وكان أمور ممكن دفعها في المغرب اللي بغينا والآلية الستمار إذن في عدم وجود أدوات الستمار ذات مرضوذية مرضية ما كانش لحط فلوسه عندك يعني اللي قلت الواحد عطاني فلوسك أنا أعطيك جوش في المياه كل عام أنا أخلي أحدها يجوش في المياه ما أعطيها لكش ولكن اللي قلت له من بعد يعني عندنا واحد آليات يمكن ترفعها 4% 5% هي ربح غير مضمونة ولكن أمو تنقوله العائد المأمول تنطلعه 4% 5% فهنا هيكون الإقبال أكثر على هاد على هاد الأمور وأقول القولي هاد وصفر الله لكم وشكرا جزق الله شكرا الدكتور أحمد الطاهري على هاد العرض القيم حول تنزيل التأمين التكافل في التجربة المغربية واللي يعني في الحقيقة قدم لا الأهداف ولا آلية تحقيق الأهداف ولا طريقة أو خريطة طريق لتنفيذ تأمين التكافلي عبر مقاربة التموقعات المالية التشاركية واستعراض